برنامج الإعثاء من تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية يتيح برنامج الإعثاء من التأشيرة لمواطني بعض الدول إمكانية الصفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للسياحة أو الأعمال وذلك للإقامة لمدة 90 يوما أو أقل بدون الحصول على تأشيرة والجدير بالذكر أن بعض الدول لا تشارك في برنامج الإعثاء من التأشيرة كما أن بعض المسافرين من دول برنامج الإعثاء من التأشيرة لا يكونون مؤهلين لاستخدام البرنامج ويتعين على المسافرين وفقاً لبرنامج الإعثاء من التأشيرة التقدم للحصول على تسريح عن طريق هذا الرابط يتم فحص هؤلاء المسافرين في ميناء الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتسجيلهم في برنامج زيارة الولايات المتحدة التابعة لوزارة الأمن الداخلي الدول العادة وهي كتري المانيا النمسا النمسا أندرا أستراليا بلجيكا برنامج الدنمارك فرنسا فنلاندا ايرلاندا ايزلاندا استونيا ايطاليا كوريا لابيا لغتنشتاين لتوانيا لكسنبورغ المجر مالتا موناكو النرويج هولاندا نيوزلاندا البورتغال سان مارينو سينجافورة سلوفاكيا سلوفينيا اسبانيا السويد السويد سويسرا تايوان جمهورية تشيك تشيلي المملكة المتحدة اليابان اليونان لدخول الولايات المتحدة بمجب برنامج الاعثاء من التأشيرة يجب على المسافرين أن يكون مواطنين لأحدى الدول المدكورة سابقا وحائزين على جوى الصفر متوافق مع برنامج الاعثاء من التأشيرة وكذلك حيازت تفويض النظام الإلكتروني لتسريح الصفر كذلك التخطيط للصفر لأغراض إما الأعمال أو السياحة كما يجب الاحتفاظ بتذكرة العودة وتذكرة المغادرة وإذا كان الصفر باستخدام تذكرة إلكترونية يجب حمل نسخة من مصاري الرحلة لعرضها على مفتش الهجرة كما يجب عليه إقناع مفتش الفحص أن لديه أموال لدعم نفسه خلال فترة إقامته كما يجب عليه إقناع مفتش الفحص أنه سيغادر الولايات المتحدة الأمريكية شكرا على المتابعة راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة